اعرب حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ان مملكة البحرين تعتز بتاريخها العريق في مجال القضاء مؤكدا حرصه الدائم على ترسيخ استقلاليته ودعمه بالكوادر المؤهلة والخبرات نظرا للدور الهام الذي تطلع به السلطة القضائية في تعزيز مبادئ العدل والمساواة وحفظ الحريات وحماية حقوق كل مواطن ومقيم على ارض المملكة جاء ذلك خلال استقبال جلالته في قصر الاسطير سعادة المستشار عبدالله بن حسن البعنين رئيس محكمة تمييز نائب رئيس المجلس الاعلى للقضاء الذي قدم لجلالته القاضي عبدالعزيز عبدالعزيز احمد فرحات والقاضي شريف حسن عبدالله شادي حيث ادي اليمين القانونية امام جلالته بمناسبة صدور الامر الملكي السامي بتعيينهما قاضيين بمحكمة التمييز وقد هنأهما جلالته متمنيا لهما كل توفيق والسداد في تحمل هذه المسؤولية الوطنية واعرب جلالة الملك المفدى عن تقديره للجهود المخلصة التي يبذلها اعضاء السلطة القضائية في مختلف مواقع عملهم كما نوه جلالته وحفظه الله بالتنظيم والتطوير المستمر الذي يشهده القضاء البحرني في بنيته وتشريعاته بما يضمن اداءه لمهامه على الوجه الاكمل واكد جلالة الملك المفدى يده الله ان المملكة ماضية في عملية التطوير والتحديث في كافة القطاعات الحيوية لتحقيق المزيد من المنجزات التي تخدم الوطن والمواطن ترجمة نانسي قنقر